تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز كافة أوجه الدعم للأشقاء الليبيين في أعقاب الإعصار المدمر واصلت حاملة المروحيات المصرية جمال عبدالناصر من تراز مسترال تفريغ حمولتها التي تحتوي على أطنان من المعونات تمهيدا لتسليمهما للسلطات الليبية كما شاركت عدد من طائرات البحث والإنقاذ المصرية في انتشال الجثث وإنقاذ المصابين من المناطق المنكوبة التي ضربها الإعصار استمرارا لتنفيذ توجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعزيز كافة أوجه الدعم للأشقاء الليبيين في أعقاب الإعصار المدمر الذي ضرب ليبيا خلال الأيام الماضية وصلت حاملة المروحيات المصرية تراز مسترال جمال عبدالناصر تفريغ حمولتها من الحاويات التي تحتوي على أطنان من الحصص الغذائية والمواد الإغاثية وتسليمها للسلطات الليبية لتوزيعها على الأشقاء الليبيين بالمناطق المنكوبة وعلى الله نشكر أخوتنا المصرية على المساعدات ختم الشعب الليبي هي الكارثة المأسوية رسالة في مدينة درنة بارك الله فيهم ونشكرهم على المجهودات اللي قاموا بها وبحث الإغاثة الإنسانية للشعب الليبي بسم الله من شاء الله تبارك الله أنا اتبهرت حاجة تشرف بقد يعني فيه مجتشفيات تبع القوات المسلحة فيه سيرات إسعاف فيه معدات أنا طبعا أنا معي كالساحة محملنا معدات كتير ونودينا نطلع بها درنة كله كله عمل مقهود جبار بصراحة يعني إمكانيات رهيبة والله أكبر عليهم وربنا يحميهم حاجة تفرح حاجة تشرح القلب بصراحة شكر أخوتنا المصرية على المجهودات الذي ساعدونا بين وساعدوا مدينة درنة ومدن المنكوبة نشكرهم شكرا جزيلا وإن شاء الله ربي يحفاظهم إن شاء الله ربي يدوم المحبة بين الدول ومصر وليبيا واحدة شعار والله مصر بالنسبة للمصر والله ما قسرت بمساعدات مساعدات جلنا بر وبحار وجو يعني ما قسرتش مصر صراحة الحق مصر صاحبة واجب من قديم الزمان طبعا نقوله تحية مصر تحية مصر طبعا منذ اليوم الأول جمهورية مستعربية تقدمت مساعدات للمدن المنكوبة في ليبيا في شرق ليبيا ونحن هذا اليوم استدعونا القاعدة البحرية الضبرق لوصول باقرة مصرية في بعض المساعدات وكذلك في مستشفى ميداني نحن بالجانب الضبي الميداني قبل الأضباء هم على أوبة الاستعداد لكي يتم مساعدة درنا وإنقاذ الحالات لمن درنا نحن في داخل مركز الضبرق الضبي يوجد عندنا ما يقارب على 22 حالة ممكن حيتم إخلاء بعض الحالات من هذه الحالات إلى هذه البارجة لكي يتم رعيتهم فنشكر الشعب المصري نشكر القيادة المصرية على الوقت الجادة بجانب قدت في ليبيا كما استقبلت مستشفى حاملة المروحيات المجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية ونخبة من أفضل الأطباء وأطقم الإسعاف عددا من الحالات المرضية وقامت بتقديم الخدمة الطبية المتميزة لهم صعب نوصف لك يعني شيء شيء مرعب شيء واخم شيء الكلمات ما تقدرش توصف بصراحة قلت لهم الشباب يعني قلت لهم على رأسي من فوق والله يعني نشكر كل حد علجني وكل حد ديني بس هنا بالنسبة لي أنا والله حسيت براحة نفسية الحمد لله يعني بدأت نربط بدأت يعني حط راسي نغمض عيني نربط حس باهتمام مش طبيعي والله يعني حتى لو أنا بين أهلي مش حنت عامل المعاملة والله يعني نخجل منه أصبحت نخجل منه سبحان الله يعني كأنك حسن نفسي في مصر مصر هي رأي في الروح كما وصلت عناصر البحث والإنقاذ المصرية بهدها في انتشال القثث وإنقاذ المصابين في المناطق المنكوبة وترحم على الشهداء في هذا الحدث الذي هز مع أخوات الدول العربية الشقيقة ودعمهم بالمال والرجال ما أدى هذه رحمة بيننا وأن شعب مصري وشعب ليبي شعب أخوها شقاء ونشكر دعم الشعب المصري وجيش الشعب المصري على مساهمتهم وأنتنا في هذه المحنة ونسأل الله أن نوفق الجميع ونستمروا على وحدتنا والحمد لله نشكر الحكومة الليبية والحكومة المصرية التي شرفتنا هنا وسعفتنا وسعفت الناس كلها ونقص الناس من تحت الأنقاذ فيما استقبل معسكر الإغاثة المصري بمنطقة مرتوبة قرب مدينة درنة عددا من المواطنين المتضررين من الإعصار وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية لهم يأتي ذلك في إطار حرص القيادة المصرية على دعم علاقات الطائخ بين الشعوب وبما يساعد الأشقاء على تجاوز الأزمات والمحن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر